متابعين طبعا لما يحدث في قطاع غزة والتصعيد المستمر على قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل كل الشواهد بتقول أن الاحتلال الإسرائيلي على وشك تنفيذ اكتياح بري في قطاع غزة وده بعد سلسلة من المجازر الوحشية اللي بالفعل نفذها الاحتلال بعد استخدام طيراته في قصف بيوت المدنيين في القطاع مبالكم بالاكتياح البري وهذا السيناريو المرعب اللي ممكن ينتج عنه كوارث إنسانية أكثر بكتير هنا حيجي سؤال مهم جدا في ظل التوقعات باكتياح بري وشيك قصف وحش متواصل آلة الحرب العسكرية اللي بتقوم بيه ضد أهلنا في غزة ضد المباني السكنية المستشفيات الكنائس الجوامع إيه هو موقف القانون الدولي الإنساني إيه هو موقف المحكمة الدولية في إدانة واتهام الاحتلال الإسرائيلي اللي بيرتكب هذه المجازر بشكل يومي إزاي ممكن يواجه القانون الدولي بالمواثيق والمعاهدات هذا العنف غير المسبوق أسئلة بنطرحها على ضفنا الكريم اللي بنورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام صباح الخير يا دكتور صباح النور وستاذ محمد صباح النور أنيسة جمانة هذا شرف عظيم يطنم أهلا بحضرتك بداية سؤال الأسئلة القانون الدولي الإنساني كيف يتعامل مع هذا السلوك غير الإنساني من قبل إسرائيل شكرا جزيلا قانون الدولي الإنساني ما بين قوسين قانون النزاعات المسلحة في السابق كان يسمى بقانون الحرب لا يترك شردة ولا وردة قانون الدولي الإنساني شرعة أنشئة حررة من أجل حماية المدنيين غير المشتركين أثناء النزاع المسلح بشكل مباشر القانون الدولي الإنساني يهدف إلى أنسنة النزاع المسلحة وجملة صغيرة بسيطة للسيدات والسيدات المشاهدين المحارب المقاتل إذا استطعت أن تأسل فلا تجرح وإن استطعت أن تجرح فلا تقتل وإن قتلت فلا تمثل بالجثة فإذا القانون الدولي الإنساني هو اللي بيعرفني أنا أو بيعرف الدول وبيعرف العوام والعامة والخاصة والمنظمات الحكومية وغير حكومية بيعرفني أن هذا الفعل أن هذا القصف القصف العشوائي غير المميز هو جريمة حرب طيب جريمة حرب إزاي؟ مين اللي قال المادة التمنى من النظام الأساسي للمحكمة الجنية الدولية الصدرة عام 2002 القانون الدولي الإنساني بيقول أن إبعاد إبعاد المصطلح إبعاد الفلسطينيين إلى خارج فلسطين إلى سيناء أو غير سيناء هو جريمة إبعاد وليس تهيير مصري لماذا؟ لأن القانون الدولي الإنساني هو أيضا بيقول أو بيصف بأن إبعاد ونقل قصري بالعنف المسلح من قبل سلطرة الاحتلال من رمالة ينقل المدنيين الأبرياء العزل للفلسطينيين من رمالة إلى القدس أو من قطاع غزة إلى حيفا هذه جريمة تهجير قصري طالما دخلت أو ارتكبت عفوا في داخل حدود الدول فالقانون الدولي الإنساني هدفه في نهاية المطاف إقرار مسئولية الدولة التي تنتهك هذه القوانين والأعراف وهي مسئولية مدنية تعوضية وفي ذات الوقت يقر القانون الدولي الإنساني اللي في معظمه اتفاقية جينيف 1949 يقر أيضا مسئولية من؟ الأفراد الأشخاص مدنيين؟ دي مهمة جدا وعسكريين؟ أي ما كانت صفاتهم الرسمية الذين شاركوا جنائيا في ارتكاب هذه زي ما حضرتكم قلتم المجازر احنا بنوصفها الجرائم الدولية سواء جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية جرائم إباتة جماعية طيب دكتور وإحنا بنتابع هذه المشاهد وفي ضل كل التوصفات للمقاطع اللي بنتابعها من قطاع غزة لسان حل أي حد بيتابع هذه المشاهد؟ طيب إذن ما هي ألية إدانة أي دولة من قبل المحكمة الدولية ده بيحصل إزاي؟ التسلسل بيحصل إزاي؟ أشكرت لأن حضرتك بتسألي عن لفظة عن كلمة الإدانة والإدانة دي مهمة جدا في القانون الدولي والديبلوماسي ومسؤولات الدول والمنظمات الدولية لما مصر السيد الرئيس ووزير الخارجية رئيس الوزراء يدين التصرفات بتاعة الدولة سين أوساط هذا يعني أن الموقف القانون المصري بيرى أن هذا سلوك في القانون الدولي موصوم بالبطلان بالبهتان بعدم الشرعية ومن ثم إذا صدر قرار بالإدانة من مجلس الأمن أو الجماعة العامية أو مجلس حقوق الإنسان بحق إسرائيل أو غيرها من الدول فهذا يعني أن هذه الدولة تحديدا دولة الاحترال الإسرائيلي انتهكت المبادئ والقواعد والأعراف سواء للقانون الدولي حال ارتكبها جرام العدوان وده مسألة مهمة قبل جرام الحرب وجرام اللي بدأ الجماعية وجرام دولة الإنسانية جريمة العدوان المستمرة في خطاع غزة والضفة وأيضا في الجولان المحتل ومزارع الشابعة اللبنانية منذ يونيو 1967 إذن يمكن في نهاية المطاف حالة الإدانة من الجماعة الدولية المجتمع الدولي وحتى منظمات غير حكومية أننا أقدر أستطيع وهذا حاصل في المحكمة الجنائية الدولية تحركت ولأول مرة بمناسبة الصراع المسلح الفلسطيني الإسرائيلي فتحت المحكمة الجنائية الدولية التحقيقات الجنائية في جرائم المستوطنات وهي الإسرائيلية جريمة حرب موجب المادة التمنى من نظام السلسل المحكمة وأيضا جرائم ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا جرائم مزعوم ارتكبها من الموقع جايتم فتح هذا الملف فتح 2021 وهذه التحقيقات الجنائية وإن كانت فعلا بطيئة بالمقارنة للحالة والنزاع المسلح الدولي في أوكرانيا إلا أن هذه المرة الأولى أن المحكمة الجنائية الدولية قامت بالتحقيقات في نقطة برضو سريعة جدا هناك أكثر من مئة دولة يمكنها أن تلاحق وتقاضي المجرمين الإسرائيليين المدعى ارتكبهم جرائم حرب وإحنا عارفين كلنا 2010 سيبني ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية كانت في المطار ورد الطيارة شركة العالم ومسافرة لندن الخدمة السرية للإستخبارات الإسرائيلية سحبوها أستاذ الجيومان سحبوها من الطائرة ومنعوها من السفر لماذا؟ لأن حركة دعوة جنائية وطنية أمام المحاكم البريطانية ضدها لأنها ارتكبت جريمة حرب نقطة مهمة يا فندم عشان نوضح الصورة حتى للمشاهد دي المحاكم الوطنية لكن البعض يرى أن إسرائيل ليست طرف في اتفاق روما أو ليست طرف في المحاكمة لا يعفيها لا يعفيها لماذا لا يعفيها ده يتطلب بقى تحرك المحاكم الوطنية في الدول لا حضرتك دلوقتي إسرائيل ليست دولة ولكن فلسطين التي رفعت الدعوة ليست ضد إسرائيل يا أستاذ محمد ولكن ضد إسرائيليين رفعت فلسطين الحق يعطيها هذا لها المكنة بموجب ماذا؟ بموجب النظام الأساسي للمحاكمة جنيه الدولية إن فلسطين دولة طرف وحدثت في إقلمها سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية جرائم حربة أو جرائم ضد الإنسانية لها أن ترفع دعوة والمحكمة شرعت غض النظر كون في إسرائيل طرف أو غير طرف طب حضرتك وذكرت أنا أسفة محمد جدا حضرتك وذكرت أنه تم رفع أو تحريق قضية ضد إسرائيليين ضد إسرائيليين ضد إسرائيليين وليست دولة صحيح لماذا يا فندماء؟ لماذا؟ لأن الدولة ليست شخص طبيعي والدولة ليست كدولة كحكومة ليست لها ودي مشكلة وأشكركم أن أنتم استدعتوني لماذا؟ مشكلة عقيمة في الأعلام العربي ولد الخبراء العرب الدولة مسؤوليتها مدنية تعوضية لذلك المحكمة الجنية الدولية غير معنية بإسرائيل ولكن معنية بمن؟ كل فرد كل شخص ساهمة في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو بيات الجماعية في فلسطين من الإسرائيليين تمام وإقرار مسؤولية إسرائيل مثلا مثلا أمام المحاكم الدولية أو حدث التعويضات لا يعفي الأشخاص يعني الحكومة الحالية نتنياهو مثلا وزير الدفاع القادة السياسيين حضرتك تقصب بالإسرائيل حضرتك السياسيين أو العسكريين ربما يا فندم السنة هذه السنة الجاية لا لا أن يصدر مذكرة اعتقال بحق من نتنياهو وأي قائد مدني كما حدث بحق هذا العام بوتين وفي عامي 2009 2010 الرئيس المعزول عمر أحمد حسن البشير وبعدين الجرائم دي لا تسقط بالتقادم يعني ممكن لا تسقط بالتقادم ممكن لو النهاردة بيش عارف ألاحق هؤلاء القادة السياسيين ممكن في وقت آخر يسمح في النظام الدولي أو الضرف الدولي وملاحقة هؤلاء القادة أنا مش عارف أشكركم زين جرائم الحرب جرائم ضد الإنسانية جرائم البادة الجمعية وتطهير العرق لا تسقط بالتقادم لا يجوز فيها العفو لا يجوز فيها العفو لا يجوز فيها العفو لا يجوز فيها الدفع بالصفة الرسمية يعني نتنياهو بوتن عمر البشير لا يستطيع أن يزعم أن له حصانة فيه مسألة مهمة جدا فيه مبدأ خانوني دولي أرساته المحكمة الجنائية العسكرية الدولية في نورنبرج لمقاضات كبار مجرم الحرب الألماني قالت أن الصفة الرسمية للمتهم لا تبيح له ارتكاب جرام الدولية ولا تمنع عنه المسألة ولا تخفف عنه العقاب أشكرك أستاذ محمد هذا سؤال وجيه موضوعي سؤال آخر معلش جمعينك تسأله فيما تعلق الصوت اللي بيعله دلوقتي هو ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غاز شوفنا قادة أوروبا مبارح للتحاد الأوروبي عواصم كتيرة مصر طبعا بتؤكد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية فيه مبدأ مهم جدا في القانون الإنساني هو مبدأ الحياد هو توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين دون النظر إلى العرق أو الدين أو الجنسية وكأنه مبدأ حاكم من مبادئ القانون الإنساني الدولي أشكراك كيف يمكن تفعيل هذا المبدأ مبدأ الحياد الحياد والاستقرالية بيكون في المنظمات التي المنظمات التي تقوم بإيصال هذه المساعدات الإنسانية ولكن إسرائيل بتتعسف ويمكن هذا التعسف مبارح الوزير الخارجية الأيمن الصفدي الأردني تحدث وقال للمجتمع الدولي هو أنتوا بتميزوا بنا وبين باقي بسبب اللون أو البشرة أو الجنس وهكذا ويمكن إسرائيل تتعسف في ثلاث أمور تتعسف في إنشاء مناطق آمنة علشان المساعدات الإنسانية في جنوب غزة إزاي هيكون في مساعدات إنسانية ونشكر الحكومة المصري التي تجابه أزمة نوعية مركبة لم تحدث في تاريخ النزاعات المسلحة إسرائيل بترفض أيضا إنشاء ممرات إنسانية لازم ممرات إنسانية عشان المساعدات الإنسانية تصل بأمان وحيادية واستقلالية وشفافية وتوصل بشكل موضوعي ودون تمييز وأيضا الممرات الإنسانية لماذا؟ لأن الحكومة المصرية قبدت وجهزت كل مرافقها لاستقبال المصابين والجرحة من خطاع غزة إلى رفع الحاجة الثالثة المناطق الآمنة لابد أن تكون هناك مناطق آمنة علشان إسرائيل بتزعم أن هي حددت مناطق آمنة في جنوب غزة ليس هناك مناطق آمنة ليس هناك مكان واحد آمن في خطاع غزة ده الأمم المتحدة قالت كده ومنظمات الصحران قالوا ليس هناك وبحثين كيف دي بقى ما حصلتش في التاريخ ما اللي أنا أقوله ده ما هو الجنون المطبق والجهل الفاضح والتطول الكالح كيف أن إسرائيل دولة الاحتلال سلطة الاحتلال تطلب من مليون مليون في شمال غزة تطلب منهم في زرفة 24 ساعة هل القانون الدولي الإنساني حدد إيه معايير إعادة التوطين أو حتى التهدير القصري داخل داخل فلسطين لأجل إحماية المدنيين طبعاً لابد أن إسرائيل تعرف المدنيين لماذا؟ ما هو السبب في إعادة التوطين لابد أن يكون هناك موضوعية لابد أن يكون هناك توقيت ومدة موضوعية متاحة علشان يلملموا أمورهم وينتقلوا إلى الجنوب ثم الفترة مستحيل بحصلتش هذا جنون يا فندم إخلاء مستشفيات في 24 ساعة أصلاً فكرة إخلاء مستشفى في حد ذاتها يا فكرة جنونية و 24 ساعة يا أستاذة جومان هنفترض هنصدق الفريات والأجذوبات والأباطيل الأرجيف الإسرائيلية بأن المقاومة المسلحة المشروعة تتحصن في المناطق المحمية المدنية المستشفيات مساجد معامل هو طالما أن في مثلاً مجموعة مسلحة موجودة في عين يعني منشأة مدنية في مستشفى هل على طول القادون الدور الإلساني يرخص لي المهاجم أوتوماتيكياً آلياً الخصف بالعكس هناك معايير أستاذ محمد ولكن أستاذ جومان عشان نكون موضوعين إعلام الإسلامي والعربي عليه هو فالدور الأكبر دكتور أخيراً قرارات المحكمة الجنائية الدولية واجبت النفاذ لكننا نرى الكيان الإسرائيلي بيتحايل على كل الاتفاقيات وكل القرارات الأممية والدولية التي تخرج عليه وما إلى ذلك ماذا لو ماذا لو حكمت المحكمة الجنائية الدولية بأن الإسرائيل بالفعل ارتكبت أو الإسرائيلين بالفعل ارتكبوا جرائم حرب وأرجوك سريعاً وحتى عجز المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقة واعتقال ومحاكمة الإسرائيليين يكفي المجتمع الدولي القانون الدولي التاريخي الإنساني أن هؤلاء صاروا مدانون من مين من الهيئة القضائية الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة في العالم يكفيهم هذا مجرمين حرب سيطلق عليهم هذا شكراً جزيلاً نورتنا وشرفتنا دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام وزي ما حضرتك أكدت هي جرائم لا تسقط بالتقادم لا تسقط بالتقادم بمنطق القانون وبمنطق التاريخ التاريخ لن ينسى ما تقوم به الإسرائيل أو هذا الكيان المحتل كل تأكيد يعني أنا بشكر حضراتك مرة تانية ومشاهدينا كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة إن شاء الله نتمنى إن إحنا نخرج على حضراتكم في أقرب وقت ممكن ونقول كمان إنه التصايد في غزة توقف أنا إطلاق النار في غزة توقف فيش حاجة بعيد على ربنا لكل أهل غزة قلوبنا معاكم دعوتنا معاكم حقيقي يعني ما يحدث في غزة قدنى قلوبنا جميعاً بإذن الله بإذن الله قريباً جداً سينكشف أو ستنكشف هذه الغمة